وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحتاج إلى استراتيجية لتطوير الصناعة لفتن إلى أن دور الدولة هو المساعدة والدعم الاستراتيجية كما دعمت بولي جميع رجال الأعمال للمشاركة في الاستراتيجية مصر محتاجة استراتيجية لتطوير الصناعة وأنا يعني أنا بنتهيس فرصة أنا عارف أن البشمونتس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات موجود وكان قاعد معنا وحضرتك وكل الغرف الصناعة أنكم نشتغل مع بعض على وضع الاستراتيجية أنا ليس الهدف أن وزارة الصناعة هي التي تقوم بهذه الاستراتيجية وتعدها الهدف الرئيسي أن يقوم بتطوير هذه الاستراتيجية هم رجال صناعة مصر لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما المفروض تبقى ملامح هذه الاستراتيجية وإحنا كدولة يكون دورنا أن ندعمكم ونساعد في إطار وضع هذه الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر